جوحة رائفين جوحة رائفين الدنيا وما فيها وصول القوات الخاصة ولي نأكد لأنه وصولهم كان في وقت خياسي ومهم وجنبنا كارثة أكبر بكثير مما حصل هنا انتلاق عملية دخول المتحف هذه عملية اجلاء السواح والزوار المتحف من طرف وحداتنا الأمنية المختصة بالتزامن طبعا مع القيم العناصر أخرى من وحداتنا الأمنية بمتردت الإرهابيين هذه وحداتنا الأمنية تحكي مع أحد الأدلاء السياحة دليل سياحي اللي كانت له شجاعة باش يتنقل ويدل أعواننا ورجالنا على مكان تواجد الإرهابيين وتنقل معهم في اتجاه المكان تحييوها لشجاعته بالمناسبة هذه صورة لبعض السواح اللي كانوا متحصنين داخل أحد الفضاءات في المتحف واللي قام وحداتنا الخاصة بإجلاءهم وابعادهم على مسرح العمليات باش ما يتعرضوش لأي أذاء وذلك كل جاعد يصير بالتزامن مع متردت وملاحق الإرهابيين في المتحف هذه أحد الجرحة اللي شفتوا كيفيش وحداتنا المختصة قامت بجلبه من موقع الإصابة وتم نقله عامتنا بلونكار في الوقت المناسب للإسعاف تسمع في أصوات اتلقى الرصاص وذلك يأكد أن العملية الجارية بده زامن مع إجلاء الزوار المتحف ثم بشتشاهدوا بعد لقطات هذه عملية إطلاق الناب هذه عملية إطلاق الناب لمتردت الإرهابيين مش يتصاب الناب هذا يرد الفعل بتاع الإرهابي اللي كان متواجد في مكان بالأعلى توجه الناب هذا الناب بعد قتله من طرفه الإرهابي كنت متسوعة في كثافة إطلاق الناب هذي لحظة القضاء الإرهابي الأول شوفوا الشجاعة وشوفوا البسانة وشوفوا الرجولة من داع ابنائنا من وحدات مختصة هذا الإرهابي الأول هذا الحزام الناسف اللي كان يرتديه على مستوى خسره هذا السلاح الكليشنكوف اللي تم استعماله هذا الإرهابي الثاني سلاح الكليشنكوف بينسقيه هذه الرمانات الرمانة اللي كان ينوي استعمالها هذا مولاد نيوانيون نفسهم على القضاء الهرابي هيا نشوف محلها اللقطة تونس 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 فالتحية تونس وكلنا تونس هذه فيديو من نجمه كان نقوله برافو للرجال والوحدات المختصة اللي قامت بتنفيذ العملية